بسم الله الرحمن الرحيم وسخر الشمس والقرر كلهم يجري لأجر مسمى يدبر الأمر يتصطل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أيذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعدلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هار الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم العيب والشهادة الكبير المتعان سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشر السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجابلون في الله وهم يجابلون في الله وهو شريب المحال له دعوة الحق والذين يجعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كما شط كفيه إلى الماء إلا كما شط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرع قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أغذية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار بطغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب زفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفت ذوبه أولئك لهم ثوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المهاد فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم فرا وعلانية وعلانية ويذرون بالحسنة السيئة أولئك لهم رقب الدار جنات علم يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا ومن حياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يبل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلق المعاد ولقد اشتهدئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخلتهم فكيف كان عقاب أفمن هو طائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أخل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هذا لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشقا وما لهم من الله من واقا مثل الجنة التي أعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتفقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أملت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه ماب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم بعدما جاءك من العلم مارك من الله من ولي ولا واق ولقد أغسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأسي بآية إلا بإذن الله لكل أجر كتاب يمسو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكسار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست وسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب